الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتقويما حقائق ووثائق لأخينا الحبيب فضيل الشيخ العلامة أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت واربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سانم البطاطي حياكم الله شيخنا أهلا وسهلا حياك الله و بياك ولديك نرحب عزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواسل الذي يظهر لكم على الشاشة شيخنا هذا هنا يسأل يقول كتبت كتب كثيرة في التراجل المفردة سواء المحاصرة أو السابقة هل طالب العلم بحاجة القراءة فيها أم أنها من فضول العلم وملاحه الحمد لله وصلاة والسلام على سهل الله وعلى الله وصحبه ولا أما بعد سؤال جيد هذا سؤال جيد عموما المادة العلمية المطروحة في الكتب المفردة فيما أفردت من الكتب بترجمة عالم واحد بحيث تشمل جميع قضايا هذا العلم من بداية مولده ونشأته وأسرته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه إلى وفاته ودروسه ومر عليه بمحن ومصنفاته وأشياء بهذه الطريقة وما تلقى أو شيء ممتازة جدا والحرص عليها ينبقي أن يعتني بها طالب العلم لأن الغالب الغالب أنما أفرد من تراجم الأعلام في مصنفات لوحدها أن فيها من العلوم المتعلقة بالعلم ما ليس في تراجم كتب الطبقات والتاريخ المذكورة جملة مع غيرهم لأنه هنا يتعمد التقصي أما الثاني إذا ذكر ضمن من ذكر لا يتعمد ذكر ما يبين العلم فقط ويكشفه للقارئ فيكشف عنه المعلومات الأساسية وبعض مقتطفات من حياته يعني أبرز ما وقع له شيء من ذلك بينما الذي يفرد بالتصنيف الغالب أنه يستقصي ثم هي ليس السواء والدي بعض الكتب التي صنفت في التراجم المفردة بعضها مطول وبعض ولا مختصر وتتفاوت بعض الأشياء بعض المن كتبوا في التراجم مفردة أصحاب بحث وتقصي وعندهم نفس طويل وبعض طويل ولا يميلون إلى الدعاء يعني إلى فقط الموجود من المطبوع ويكتفون لا فيهم نفس إلى لدية الغوص في ثنايا المخطوطات والإخراج منها بعشاء معلومات جديدة ثم أيضا حتى المطبوعات ما يكتفون في كتب التراجم والطبقات لا يذهبون إلى كتب أخرى ممكن يكون لها سياقات معينة تفيد ككتب الإجازات والأثبات والمشيخات والمعاجم أو كتب الرحلات ونحو ذلك هذه كتب في غير المضان فتجد معلومة واحدة لكنك تظفر بشيء عجيب حتى أحيانا الآن بعض ما يصار يظهر عندنا مما يكتب مما ينقل عن جداذات والأوراق الطيارة والملصقة أو التي في حواش الكتب أو التي في أكنافية أو شيء من المخطوطات تجد معلومات معينة عن بعض القضايا نفيسة جدا وصارت تجمع وتطبع كإفادات بعض حتى الإفادات عن بعض العالم تجدها في الكتب التي هي منتخبات ومنتقيات أدبية شعرية تاريخية أيما تجد فيها أشياء لطائف مفيدة في معرفة العلم يعني فيما يخص القضية معينة أو شيء معين هذه كله وإذا تعنى لها طالب علم وبحث وتحرى بحيث أنه لا يحاول قدر استطاعته ألا يترك شيئا مما ذكر عن العلم إلا ويجمعه فهذا ممتاز الغالب أنه إذا وقعت هذه المعلومات وهذا الجمع الهائل تحت متمكن في معرفة كيف يرصف مبنى الكتاب وكيف يجير هذه المعلومات بحيث تكون خادمة للتردمة وكاشف عن معانيا تطلع معك بحث رائع جدا ومعلومات ترية لا تكتجدها في كتب التراجم والطبقات وهذا مجرد عندنا مثال سابقا عرضنا لماذج من الكتب التي ترجمت أفردت لبعض الأعلام سواء من المتقدمين أو المتاخرين لا نظير لها من حيث جمع المادة العلمية وهذا وله الحمد كثير ونشيد بها يعني مثلا بعض من كتب من الكتب المتقدمين من كتبوا في التراجم مفردة كثيرين خاصة الرسالة العلمية طبعا هنا عندنا الإشكالية أن بعضهم يأخذ مسألة جانب من جانب العلمية للعلم فيقول مثلا فلان ومنهجه في تقرير عقيدة السلف مثلا أو فلان وجهوده الحديثية فالكتاب حقيقة هو إبراز ما له وجود حديثية وليس في الترجمة ونحن نفرق الآن بين أن ندرس جهود العالم فلان في فنه الذي يحسنه هو أو ما أكثر فيه التصنيف أو ما اشتهر عنه فيه أي مكان فهذا يريد الآن هذا فيها طريقة تحليلية وصفية كثيرة جدا لكن نحن كلامنا عن من يجمع عن ترجمة العلم وإخراج قضايا خاصة به فهذا هو الذي نحن قصدنا بالكلام دعا كانت دراسات اللي تجلي جانب علمي عند العلم المطروح يعني المذكور يعني في هذا المفعل يعني مثلا المعاصرين مثلا ما يقوم بها أخونا الحبيب فضيل الشيخ مشهور مثلا فيما إن شاء الله سيطبع قريبا في الترجمة الحافلة للتقييد الدين العلامة تقييد الدين الهلالي رحمة الله عليه فهذا التقييد الدين الهلالي له تراجم ترى في كتب التراجم مشهورة معروفة لكن هذه الجمع الجمع الذي سيحصل جمع لا نظير له لأنه أخرجه من مفاريد مفاريد المفاريد من لقيا من لقي من تلاميذه مما سمعه من بعض من عاصروا أو لقوا حتى من أولادي من بقية منهم أو جذاذات وقصاصات ومجلات وأشياء وحتى من الإذاعات ومن هنا وهو كان كثير السفر والترحال الجمع يحتاج إلى عناء وجود حتى أنه قال لو كنت تعرف أنه سيجمع بهذا الطريقة كنت ما دخلت في المنشره عظم وجلس أكثر من عجل سنين عليه فهذه مثل هذه الترجمة يحتفى بها حفاوة عالية جدا أخونا من الدكتور خالد كلاب لما قام جمع آثار العلامة عبدالله مخلص وقدم بمقدمة فيها ترجمته الواعب ممتاز جدا وهكذا قس أن عندنا بعض التراجم ما شاء الله تبارك الله تعب عليها بحقيقة بحيث أنها تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها يعني ما يقول أنه من لم يفته شيء في قدر استطاعته ما وقف عليه ما فاته من ذن هذا فأنصح بها لما فيها من الوفرة العلمية ويوجد فيها ما لا يوجد في كتب العامة الطبقات أو في التراجم العامة التي أدخل فيها ترجمة هذا العالم شيخنا هو سأل هل هي من ملح العلم ربما تكون ملح مثلا طالع علم الشرعي لكن مثلا تخصص التاريخ ربما تكون هي من أساس وصول تخصصه طبعا هذا برضو أيضا ينتفاوت ولدي من متلقي لمتلقي من مستفيد لمستفيد يعني مثلا أنت ذكرت مثلا لو كان رجل له عناية بالتاريخ والترايم والطبقات ممكن يعني حتى وليس عامة التاريخ من كان له عناية مثلا بمعرفة مثلا بأئمة الحديث وكانت ترجمة لأحد أئمة الحديث أو لأحد طبعا المعاصرين يغلب عليهم في الغالب أنهم يعني علوم منوعة يعني بحكم الجامعات الدرسوا فيها أو طريقة التلقى وشيء من ذلك بخلاف من سبق يتميزون بعلوم فيذكرون فيصنفون يكثرون فيها التصنيف أو شيء من ذلك لكن هذه يعني مثلا من كان له عناية بالتاريخ بالتاريخ الحديث قطعا لن يهموا التراجم مفردة من كانوا في التاريخ القديم مثالها يعني فهي تبقى أهمية أهميتها لمن أراد يسلمنا هذا العلم في معرفة قضايا تفرد بها هذا صاحب الكتاب الذي أفرده بهذه الترجمة والحمد لله مع العلم يا ولدي ترى توجد تراجم ما زالت مخطوطة لم تطبح عندهم في الطم ونحن اليوم سنبدأ بواحد من هذه الكتب وهو التعريف على ابن العطار اللي شيخه مهدي بالنووي فهي أصلا طريقة مسلوكة في التعريف هذه من قديم وليست بقى جديدة ونسأل الله الطريق نبدأ بسم الله هذا سلمك الله عندنا كتاب وهو من الكتب المختصرة التي لم يتمها صاحبها الإمام النووي رحمه الله العالم المعروف المشهور رحمة الله عليه أراد أن يشرح سنن أبي داود شرحا موجزا ولهذا سمه الإيجاز أو سمي بالإيجاز لأن بعض من ترجم لم سموا بالإيجاز لكنه ما أتمه فقط مجموعة من الأحاديث بترقيم هذه الطبعة 105 من الأحاديث تقريبا التي شرحها وحتى شرحه يوافق العنوان فعلا شرح كان شرحا موجزا وهو كان رحمه الله يتعمد بيان بعض المعاني وشيء من ذلك وبعض الأحكام بهذه الطريقة رحمة الله عليه المقصود الأخون الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشور بن حسن آل سلمان وفقه الله في هذه النسخة جاء وأراد أن يحقق الكتاب وقد قالت كان في عداد المفقود حتى وقف على نسخة خطية فريدة وحيدة وحيدة توجد في مكتبة حكيم أغلو في تركيا فأتى بها وأخرج عليها الكتاب الذي بين أيدينا ثم رأى أن يقدم للكتاب بترجمة تلميذ المؤلف وهو العلام على الدين بن العطار رحمه الله وقد صنف جزءا مفردا في ترجمة شيخه محيد الدين النووي سماها شوف هذا استسمية سماها تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيد الدين يعني محيد الدين النووي من تصنيف علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار المتوفى عام 724 لهجه رحمه الله وإنما قدم بهذه الترجمة لأن من جاء بعده عيال على ترجمته فكل من جاء بعده ينقل من كتابه فكتابه أصل في ترجمة الإمام النووي وهو قد تفرد بأشياء لأنه يحكي عن نفسه مع شيخه لقاءات وأشياء خاصة بها من خدمته وكذا وقراءاته واسئلته وأشياء من هذه القضية وهو رحمه الله لما كتب هذا الكتاب احتفاء بشيخه ألف الكتابة وكتبه وعراد إبراز جهود شيخه ومكانته وتعنيه لأنه شيخه مت وهو يعني ليس كبيرا في السنة أصلا يعني ما عمر الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة الله عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي عبيدة محمود مشهور بن حسن آل سلمان جاء إلى الكتاب الأصل أبو النسخ الخطية وهو شرحه الإمام النووي لسنن أبي دابود الذي سمي بالإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني للإمام النووي رحمه الله وقلنا حققه عن نسخ خطية فريدة وقام وصنع وحقق الكتاب ونقل في هذا الكتاب لما خدموا الخدمة العلمية طبعا معروفا أن فيها عشر لكن الخطلة النسخة جيدة قلنا الكتاب أصل أشرح لم يتم أصلا وخدموا بخدمة العلمية المعروفة وهو يعني غني عن التعريف الطريقة عمي لكن من من جميل ما صنع في خدمته أنه كان لما يأتي إلى الحكم على الأحاديث يأتي بكلام النووي على حكم للأحاديث التي في كتبه الأخرى فينقولها هنا حتى تعرف كلام النووي عن نفس الحديث إذا جاء يبين معاني بعض المصطلحات ينقل من كتب النووي تهديب الأسماء واللغات والتحرير في ألفاظ التنبيه ينقلها يبين لها المعرض المصطلحات إذا تكلم عرج على مسألة والمجموع بهذه الطريقة وهذا جميل أنه يحيل على كلام العالم نفسه ليقارن حينئذ بينها وكان يبدأ لكنه ربما إذا كان حديث الصحين يكتفي به لك إذا كان ليس حديث الصحين فإنه يطير النفس ويخرج الحديث حتى يذكر العلال ودائما يستفيد من الأحكام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو يقول إمام الصنعة عندنا وهو على الطريقة المألوفة شوف هذا يجعل على طريقة الشيخ الألباني رحمه الله يجعل حكم مختصر أو خلاصة الحكم ها هنا بين قوسين وهذا هو الكلام وكام بعدها هذه التخريجات والعلال وما فيها المحواش الطويلة والمدارسات والتتبع الروايات وشيء من ذلك وهذا شرح العلامة النوية رحمه الله وهو كلام يعني شرح مقتضب رحمة الله عليه أما في المقدمة وهي التي جعل فيها تحفة الطالبين في ترجمة إمام محيدين لابن العطار أيضا حققها على نسخة خطية وحيدة وهي مكتوبة بخط أخي علاء الدين أخوه هو الذي خط نسخة وقابل عن نسخة أخيها الأصل نسخة المؤلف أيضا وهي نسخة نفيسة أيضا كما يقول وتام وليل الحمد وقدم بترجمة لعلاء الدين بن العطار ترجمة ممتازة لكن ماذا الصنع ترى الكتاب طبع قديما لكن هو الترجمة لكن لكن هو قال أضاف ما استجد عنده مما طبع من علوم الإمام النوي أو مما جد عنده من بعض الأشياء مع صلح الهنات السابق لكن تعنى جدا لتتبع المطبوع من مؤلفات والمخطوط ونصر الخطية أين توجد وشيء من ذلك ثم بعض إضافات العلمية التي وقف عليها مما ينفع في تعريف العلم لو الإمام النوي رحمه الله وجمع الجميع في هذا المجلد وفقه الله والكتاب من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله الشيخ نال الإمام النوي رحمه الله كأن له أيضا شرح على البخاري لم يتم هل كان يؤلف كتبها بالتوازي لإمام النوي رحمه الله هو ليستبعد هو عمر هذا طبيعة من يختار بعض المشاريع هما لما انتهم الإمام المسلم رحمه الله انشرحت نفسه للبقية وبدأ يكتب في البخاري وبدأ يكتب في أبي داود لكنه ما تم إلا قطعة وقطعة من هذا وهذا رحمه الله وكل القطعتين مطبوعتين هذا أسلمك الله هذا الكتاب هذا يولد الكتاب من نفائس الكتب ودورر الكتب فكرته ممتازة وهي ما حصل من المحن لشيخ الإسلام تيمية تدور حول وشاية بعض العلماء به ومراسيم خرجت في حقه سجنه امتحانه في عقيدته وبعض المسائل الأخرى في مسائل كبرى معروفة لشيخ الإسلام ومتحن لأجلها هذه الاشكالات التي حصلت كانت لها مثل الزوبعة وكبرت واشتدت المحن عن الشيخ الإسلام ثم برد تنفرج والليالحمد هو يقول وأخون الحبيب فضل الشيخ عبيد مشهور بن حسن السلمان أنه راعى انتباهه هذه القضايا الذي يجعله يلتفت إليها ليجمحها ليجعلها بين ناظر الدارسين والقارئين والباحثين والعلماء أن بعض خفايا وزوايا هذه المحنة ما كانت معروفة ومكشوفة في من سرد من أهل التاريخ هذه القضية فإنه كانوا يلتقطون أشياء ويمشون بهذه الطريقة هو وقف على بعض المجاميع وبعض الإضبارات وبعض النصر الخطية ورسائل وأشياء لم يسبق انظهرت قبل ذلك فجمع هذا مع استقراء المطبور وما وقع تحت يده فجمع تحت يده شيء كبير جدا توضح قضايا كثيرة من المحنة بعض ما حصل فيها من ثنايا من روح ذهاب من حضر من الحضر واسماء العيان والذي وبالتفاصيل التي غيرها مذكرة في كتب التاريخ وأشياء بهذه الطريقة وجمحها الجامع كلها وبدأ يقول أنا فقط سأخصص قضية المحنة الكبرى لشيخ حسان مر بها وهو المرسوم الأشهر الذي ظهر في حقه في مصر وحبس لأجله وحصلت له مناظرات لأجل عقيدة التي كتبه وشيء من ذلك هو سيخصص هذه المحنة وأصل المحنة قال بدأت في محنة رحمه الله تقييدين أبل عباس من 705 من 705 واشتدت في 708 ثم لما جاء 712 انفريت وللحمد وفرج عنهم هذه المدة يقول مباحثي الآن يقول بحث أصل كتاب في هذه المدة فقط من 705 إلى 707 ماذا جار فيها من النقاش والحوارات واللقاءات والمناظرات والكتابات وهذه المدة ما هي الموضوعات التي أخذت عليه أصلا والمسائل التي أجلها حبس ما المراسيم التي خرجت من قبل الدار السلطاني وشيء من ذلك هو هذا جعلوا يلحف قليلا إلى الخلف بما يسمى الإرهاصات يعني كيف بدأت القضية إلى عام 699 يعني قبل بحوالي 7 سنين أو 8 سنين أو 6 سنين بدايات وكيف كانت شحن الأمراء والسلاطين عليه والملوك بهذه الطريقة احتكاك العلماء به وهو فتاوى التي خرجت فجعلوا يستجعي التاريخ ويبدأ من التاريخ بداية ثم بدأ بعد ذلك جعل الكتاب أتى بالوثائق وعرضها وبدأ يدرسه دراسة تحليلية مع مدارسة ومكاشفة الشخصيات التي فيها شيء والقضايا التي أتهم بها وهو منها برعشي خلس المتين ذكر كلامه وذكر من دافع عنه لكن هو أيضا أتى بأشياء قضايا كثيرة جدا تكشف الحال هو أيضا مع هذا الحال بعد ذلك جاء وقسم كتابه إلى عشرة فصول قدم بفصل تمهيدي فصل مهم يا ولدي أنا نصحك اليوم ما تنام إلا لما تقرأ هذا الفصل الفصل التمهيدي فيه مساق تاريخي للمغالطة بين السلفية والأشعرية أو أهل السنة والأشعرية ابتداء ذكر أول شيء تعريفة المراسيم والمرسيم السلطانية العقدية وكيف ظهرت ثم كيف كان أثر المراسيم في انتشار المذهب الأشعري في المغرب في مصر في العراق وتثبيت هذا المذهب ثم كيف بدأت المحرشة يعني بينهم يعني كيف بدأوا انتهوا إلى مسألة العراق والذي حصل بين الحنابلة والأشعرية والقصص وفتة من القشير سبعين صفحة تقريبا وخمسة وسبعين صفحة ممتازة قراءة تاريخية لكل هذه الزوبعة التاريخية التي حازت في هذه القضية وهي حتى فيها تجري لليقرأ بس هذه المقدمة فصل التمهيدي ينكشف له شيء من قضايا التاريخ الكبرى ثم بعد كيف تنتصر عشر فصول بعد ذلك ثم سمى الجميع الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتقويما حقائق ووثائق لأخينا الحبيب فضيل الشيخ العلامة أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفق الله طبعا هذا كنت قسم الكتاب عشرة عشرة فصول غير فصل التمهيدي أنا بس أرد الإخوة بعض القضايا المهمة أو خلينا يا ولدي عشان دائما ذكرني السلطان العنوان نقراه كاملا لأن بعض الهو يقول لازم قرأة العنوان كاملا حتى يجلى نحن بس نقرأ قرآن أيوة هذه أوضح هذه السلطة كذا أوضح شوف طبعا مما تعنى له في كتابه وهي التهمة الكبرى التي رمي بها شيخ الإسلام أنه التهم بالتيسيم واضح واتهم أصحابه بعد ذلك بذلك والحلاب التي تهم بذلك من قبل ذلك هذا يجعل استدعي التاريخ أصلا في فصل التمهيدي وقال ومعه دراسة مطولة في تفنيد شبهة التيسيم عن ابن تيمية وحكاية المناظرة في الواسطية عن نسخة بخط ابن تيمية نفسه رحمة الله عليه هذا الكتاب طبع في مجلدين ضخمين كما ترى قلت لك قسمه إلى عشرة عشرة أبواب كل باب عندنا كل باب عندنا آسف عشرة فصول كل فصل عندنا له عرد هو ما قسم الحقيقة على طريقة المباحث والمباحث لا هذه طريقتها يأتي إلى الفصل الأول فيذكر لك العناوين التي هي محل دراسة في هذا الفصل ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم عنها الفصل الأول خاصته بالمراسيم التي صدرت في المحنة قدم بعض الأنواع المراسيم وشيء من ذلك ومسائل مذكورة المراسيم يعني ذكرت ماذا من المسائل عندنا ثم عرد المراسيم التي خرجت للمحنة في هذه الفترة الآن الدراسة عن هذه الفترة فقط ثم بعد ذلك بعض الأشياء التي حصلت سلة المراسيم بأشياء ثانية أنا بس خليني أستعيض عن هذا بهذا الذي يوجد وهو المجلد الثاني عندنا لأن أول فيه الأخوة يحب يصورون الفهرس كما ذكرنا مرارا لأجل أنه يعتنون بمثلة قضية لاحظ هذا الفصل الأول قلت لقى قبل قليل وهذه قضايا منثورة بين يديك ثم الفصل الثاني جعله خاص بالمرسوم السلطان الذي صدر في حقه بن تيمية وهذا تعنى له ولنصه وقد عثر نص خطية نفيسة جاء بنص هذا محققا كما هو بالمرسوم كاملا شو هذا نص المرسوم كاملا وعرضه بالتمامه قدم بمقدمات لتفهم هذا النص كيف هو الفصل الثالث خاصه بالدراسة التحليلية الخاصة والتفصيلية لهذا المرسوم لما فيه ماذا ذكر فيه ما التهم لتوجهت إليه ما حقيقته كله خاص بدراسة تفصيلية لهذا المرسوم الرابع جعله خاص للآثار التي ترتمت على صدور هذا المرسوم سواء على شيخ السمتمية أو شيخ خاصه على الحنابلة أصحابه كيف نكل ببعضهم فصل بعضهم من مضائف وشتموا على المنابر وأشياء حصلت عجائب يعني وإعتقالات وأشياء أشوفها هذا كله الفصل الخامس جعله خاص بهم من آثاره سجن ابن تيمية بعد صدور هذا المرسوم وماذا حدث في السجن وإين سجن والمرسوم وعلاقته وبهذه الطريقة ثم بعد ذلك عندنا الفصل السالس وهو من أقوى فصول الكتاب قرأت 230 صفحة يا ولدي لكنه هذا فصل السالس وما بعده هو علاج أو معالجة للقضايا داخل المرسوم وبدأ شوف هذا سارس المرسوم تبديد الشبهات والأوهام وهي التهمة التي وجهت شيخ السلام أهمها تهمة التجسيم وما قيل فيه وما أثبت وما اثترى فيه عليه أعداؤه فيه وما نحلوه من الكلام وهو غير ملتزم به أطول فصول الكتاب ثم بعد ذلك جعل فصل خاصا بموقف من تيمية أصلا من مقالة التجسيم وكيف كان يتكلم عنها وبراءته من ذلك وباحث أخرى فيها استدعاء للقديم وأشياء وهذا فيه استدعاء تاريخ أول من قال بالتيسيم وما قالته وكيف انطلقلت بعد ذلك الفصل الثامن المجسم الكفار وبراءة ابن تيمية وأتبعه منهم ثم ذكر شيء من ذلك وعجائب في الباب وصل إلى بعض حتى المتأخرين والمعاصرين أيضا والثالث وعندنا التاسع في الأغاليطة التي كيف تدرج باتهام الشيخ الأسلام في الأغاليطة التي نصبت إليه وأتى بالتدرج التاريخي في كثير من المسائل مسألة الاستواء مسألة الصفات مسألة العلو مسألة الكلام كلها كيف حصل التدرج حتى وصلت إلى أن يقتنعوا أنه مجسم ثم بعد ذلك عندنا الفصل العاشر وهما يتعلق بتآمر الخصوم قال بين ابنتين بين تآمر الخصوم وملامة الأصحاب وذكر ذهبين لامة وأشياء كذا لكن يذكر حقيقة الملامة وأنها ليست طعنة في شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا والخاتمة خصصها لأكذوبة انتشرت من قديم ذكرها النويري في ناية الأرب وغيره وابن الوكيل أول من ذكره أيضا وأنه لما وقعت له المناظرة وصارت له الجلسة بين العلماء أنه التراجع عن معتقده وظن بعض المتاخن أنه رجع للعقيدة الأشعرية فهو فندها تاريخيا وعلميا وغير ذلك وفقه الله الكتاب مطلوح في مجلدين ضخمين لكنه ولد جهو هذا إن شاء الله بأي الأخوة نماذج عندنا من النسخة الخطية التي وهي نفيثة وفريدة ما نقل منها الشيخ مشهور وفقه الله بعض معلومات النادرة في هذا الكتاب مما يتعلق بفترة المحنة لهذه القضية أيضا عندنا شيء ثاني وهو النسخة الخطية التي أخرج عليها كتاب حكاية المناظرة الواسطية لما كتب كتابه الواسطية كتاب مشهور عقد له مجلس مناظرة هذا الكتاب الحكاية بخطه وهي نسخة النفيس بخطه ذكرها وعلق عليها أيضا في الفهارس لما جاء إلى الفهارس صنع فهرسا ممتازا فكرته ويدل على إلماعة منه طريقة هذه الفهرة وهو فهرس جعله خاص بترتيب الأحداث تاريخيا التي وقع لشيخ أسلام في هذه الفترة اللي هي محل الدراسة شوف التاريخ الحدث الصفحة التاريخ جمادة الأولى 702 إيش اللي حصل تسعة شعبان 705 بتفصيل حتى بعضها بالأيام والتماشي وهذا الوحده قراءته تعطيك عن جملة المحل اللي مرة عليه شيخ الأسلام في هذا الكتاب من مطبوعات الدار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية في مجلدين الثالث وهو ملحق بها عبارة عن هذا مجلد لطيف جدا عبارة عن تهديب واختصار للمجلدين ونوع من البيان والتوضيح لما فيها صاحبه سماه نبذة تعريفية تقريبية لدراسة الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق الشيخ السلام بن تيمية لشيخنا العلامة البحاثة المحققة بعبيد مشهور بن حسن سلمان حفظه الله كتبها تلميده أخون الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حمد بن ماجد المجالي وفقه الله وهو لا شك احتفى بها وهي محل لذلك وفيها من المعلومات النادرة ما رؤيت في غيرها والحقيقة والذي يعني لو طلعت لو طلعت الكتاب الأغاليط الأصل لقلت ينبغي بعد ذلك لطالب العلم إذا قرأ ما في الكتب ما في كتب التاريخ من الأخاليط أن يصححها ويراجحها على ما في كتاب الأغاليط فإنه استدرك على المؤرخين وتعقب أشياء مما يحتاج إلى تقييده وأوهام وقعت لهم مثل هذا التتبع هذا هو الذي يعطيناك دراسة ممحصة لكثير من القضايا التي حصلت فيها نوع من اللبس أو شيء من ذلك الكتاب أيضا مجلت لطيف وهو ملحق بها من إصدارة دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية هو لما كتب الأغاليط وما ناب شيخ السلام من المحنة بدأ يتكلم بدأ يذكر محن أتباعه وبعضهم حتى لابع متأثنين به أو محبي فخص الأول محنة ابن أبي العزل الحنفي وهو من أتباع شيخ السلام تيمي يعني كان على الاعتقاد السلفي صاحب شرح العقيرة والتحاوي المشهور وقد نابه من المحنة ما جعل ما نابه شيخ الإسلام أصل محنته علي بن أيبك شاعر وأديب له منظوم صنعها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا إشكال فيه لكنه تعرض لبعض القضايا العقدية لما وقعت في يد العلامة ابن أبي العزل الحنفي وكان يومها ابن أبي العزل على ملأ السمع والبصر كان إماما وقاضيا ابن أبي العزل الحنف صدر الدين رحمه الله وكان مقدم الحنفية في وقته وقعت فعلق عليها تعليقات عقدية تعقبه في بعض أبياته مما وقع له من التجاوزات في اللفظية وغيرها وعدد من القضايا المطروحة هذه نفسها حاول بعد ذلك ابن أبي العزل أن يأتي لابن أبي العزل ويتلطف معه لعله يرجع يعني كذا فلما رأاه مصمم وشابه وبدأ يتكلم وينشر بين العلماء وهو يعرف هذا ويتكلم عنه وقد كان ضاحظه أصلا هو نفسه اللي هو ابن أبي العزل لأنه كان يمدح العيان والمعروفين في البلد والوجاء وكان معروفا له سيط فبدأ يشي به وأرسل تعليقات ابن أبي العزل أرسله إلى العلماء وصدر وصارت لهم كتابات وأشياء ودعية إلى المحاكمة رحمه الله ثم سجن سجن أربعة أشهر بعدها نكل به وفصل من كل أعماله وتزعزع حاله وأصابه الفقر جدا حتى ما سر يعني يقولون يعتمل بالقطن فيخرج وقوت يومه فقط يعني إلا أنفرج الله عنه قبل موته بسنة تقريبا فعاده سلطان آخر وشيء من ذلك المقصود أنه هو يعني تعقب ونقل به وسجن وساءت حاله جدا رحمه الله عليه طبعا ممن تعرض مجموعة من العلماء بعضهم كان في المجلس وأدل بالدلوي وأشياء أو كتب رسالة غزيرة لكن من العلماء الذين كتبوا ردودا عليه مطولة كان الحافظ العراقي الأب وسرايدي البلقيني لهم ردود مطولة أخونا الحبيب فضيلة شيخ أبي عبيدة مشهور من حسن آل سلمان أراد أن يجلي محنة الإمام الكبير ابن بالعز الحنفي ومن أولها إلى آخرها مع الردود والتعقبات وشيء من ذلك سمى محنة ابن بالعز الحنفي شارح العقيلة الطحوية أسبابها وملابساتها ونتائجها بين قوسين صورة من الخلاف بين الأشعرية والسلفية وجلاها تجلي عظيمة ترجم لابن العز ترجم لابن عيبك الشاعر ترجم لهم ترجم للأصل القصة والخلاف كيف حصل بينهم وأشياء ما كان بينهم عدوا من أول وأصل إشياء ثم كيف تطرقت ونسابت والشياء والوقاع التي حصلت حولها ثم بعد ذلك وقف عندها كل تلفتوتين ثم قال شبه أدرال ويتضمن رد الحافظ العراقي الأب على ابن أبي العز الحنفي وهو يحقق لأول مرة على نسختين محقق على نسختين خطيتين نفيستين وهو لأول مرة يطبع وأضاف إليه أيضا فتوى العلامة السرعة الدين البلقيني وهو قد حققه وأخرجه أصلا في مجموعة البلقين ستخرج إن شاء الله ثم بعد ذلك حصلت فتنة ما يسمى فتنة الظاهرية أو فتنة الفقهاء أيضا وعرج عليها وهي الحاقة به أيضا في بعض القضايا يعني المسؤولين طبعا هذا كل سلسلة محن أتباع شيخ السلام تيمية وهو تابع لما سبق الكتاب نفيس وجليل لأخير الحبيب فضيلة شيخ أبيع عبيد مشهور حسن سلمان وفقه الله أيضا الجوانب التاريخية والمسائل التي عالج في هذا الكتاب مما تتعلق بهذه القضية وما يتعلق بها وبعض القضايا لأنه عرج إن شاء الله نحن نروح على طول باشرة إلى الفهرس الموضوعات التي تطرق إليها في الكتاب أيضا ما أخذت على ابن أبي العز وتكلم عنها وهو أتى بها نظرة تاريخية فيها كلامه تراجم الوقاع وأين حصلت لمن وصلت من شارك فيها من العلماء البلقيني والحافظ العراقي وكيف هم يعني كيف جوابهم طوال جواب هذا منطول طرح الحافظ العراقي جواب منطول لسه بالقليل شوفها هذه كامل بحث القضايا أي بحث فيه بعض القضايا ثم هذا الرد على أبي العز من قبل الحافظ العراقي رحمة الله عليهم جميعا واتب النسخة الخطية وذكرها هنا ثم بعد ذلك هو نفسه وفقه الله حاكم بين المختلفين في الباب وذكر المسائل التي هي محل الطرح والمناقشة ختمها بعواصم المحنة وقواصمها قال ليستفيد منها أهل السنة في حوار مع الأشعرية والأشعرية مع أهل السنة وفقه الله وفيها لطائف وأنكة علمية يحتاج إليها مجلد ضخم من إصدارات دار الإمام مسلم من الاشتراك مع الدار الأثرية هذا ما بعده وهو طبعا الثاني وهو أصلا ليس يعني ليس سلب الاعتقاد هو أشعري وهو الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي هو عالم محدث إمامه في بابه وفنه له عدد المصنفات مشهور معروف أصلا ابن ناصر الدين الدمشقي وهو أشعري أشعري المشرب هذا ليس الآن من مدرسة ابن تيمية ليس تيميا لكن لما رأى العلاة بن البخاري أصنف كتابا فيه أن من ادعى قال من ادعى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أن ابن تيمية يسمى شيخ الإسلام فأنه كافر لحن هو فرق من تكفير ابن تيمية وجاء يكفر من يدعي أن شيخ الإسلام يكفر شوف الغلو لأي حد لما وقع الكتاب إلى يد الحافظ الكبير ابن ناصر الدين الدمشقي غضب من ذلك غضب لأن فيه شطط وغلو وبغي بغير حق وهو الإمام الواقف على تراجم العلام لأنه محدث فيعرف كتب الجرح والتعديل وتراجم الأعلام وقد وقف على الثناء العاطر من من جاء من عهد ابن تيمية فمن جاء بعده فأراد وعرف أن هذا الرجل وعلاب البخاري تجنى على الإمام على شيخ سامن تيمية وأنه كذب فيما يدعيه وأن لأم الكبار الذين عرفوا ومن جاء بعده سمموا مؤصنى شيخ الإسلام فألف الكتاب المشهور المعروف الطيار يسمى الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام فكافر وهذا الكتاب طبعا في مجلة طبعا من الطبعات طبعا هذا الكتاب لما ظهر لابن ناصر الدين دمشقي سارت له المهنة وبدأ يسعى به على الدين بخاري وجماعة عنده بدأ يسعون في التأليب على ابن ناصر الدين دمشقي وهو قد حصل له كذلك بثل ما حصل لابن أبي العزل الحنفي أخونا الحبيب فضيلة شيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن العسلمان جاء وجمع أطراف المحنة بالكامل وتفاصيلها وقضاياها وطرحت في هذا المجلة سماه محنة الإمام المحدث ابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن أحمد ابن مجاهد القيسي قال فيها وثائق وخطية تنشر لأول مرة وهو كذلك فإن لما عداه على الدين البخاري قام وانتصر له ابن المحمرة هذا أيضا واحد آخر شوف بس الإخوة ما هيبان معهم خلنا نقرأ من الداخل لأن هذا أفضل في التصوير وتخرج نحن سورة الصفحة فهي تصور الصفحة هذه شوف ويتضمن عندنا شوفها ويتضمن الرد على العلاء البخاري وابن المحمرة ودراسة مرسوميهما للسلطان الملك الأشعر برسباي أحد المماليك ملوك المماليك وقائع تاريخية ومحاكمات علمية ثم كتب صور من الخلاف بين الأشعرية حول موقفه من شيخ السامي ابن تيمية رحمه الله جميعا من تصريف أخير الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن عسلمان والكتاب كذلك على غرار ما سبق من التتبع وبيان القضايا ومعالجتها وحيثياتها والنتائج التي خلصت وهذه نماذج من المخطوطات التي خرج وقام عليها هذه المناظرات وهذه المراسيم وهو يقول أنه وقف على المرسوم الأصل ولوله ما تبيرت لنا بعض القضايا وفي رسائل وقف عليها أيضا كذلك وفق الله ومنها خرجت تفاصيل القضايا وهو كذلك وهو يقول أنه فيه أشياء ترى متأكدة أنها صدرت لكن ما وقف عليها حتى الآن إن شاء الله يقف عليها فيما بعد الكتاب مجلد من صدارات دار مركز سطور البحث العلمي بيشتاك مع دار الإمام مسلم هذا يا ولدي كتاب التوحيد السيارة المعروف لإمام محمد عبدالوهاب رحمة الله عليه وهو كتاب شرح كثيرا العلامة محمد التقيدي الهلالة بتوفى عام 1407 كان له عناية بالغة به هو أصلا كان يدرس كتاب التوحيد ويشرح في جامع الكبير بتطوان فتح المجيد يقول قرأته مرتين أقرأه على الناس شرحه مرتين في هذا الجامع ولما ذهب إلى مكناس كان يعتري بالكتاب ويشرحه وكان هذا الكتاب دائما دائما عنده فتح المجيد ويقرأه على الناس ويشرح منه فكانت له حفاوة عام كبيرة بكتاب التوحيد ويوصي به ولما راح ذهب إلى الهند ولما زار البلدان وتنقل درسه وأوصى به فانتشر عن طريقه شيء خير كثير ولله الحمد وكانت بينه مراسلة مع العلماء السلفيين خاصة مع نهل هذه البلاد وكيف يستجذيب بعض الكتب يعطوا منهم بعض الكتب يعني مما يتعلق شرح كتاب التوحيد فتح المجيد ويشرح العزيز الحميد وغيرها من الكتب ونسخ من هذا الكتاب وأشياء من هذا القبيل هذه القصة وعناية الشيخ قيد الهلالي بكتاب التوحيد والمساق التاريخي لهذا الكتاب مع التجليات والرسائل بينه وبين الأعيان والعلماء في هذا القضية قدم بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان هذا الكتاب ثم جاء إلى شرح العلام محمد التقيدي الهلالي وهو أصلا قصدرت طبعة قديمة قديمة بتعليق العلام محمد التقيدي الهلالي حقق الكتاب وأخرجه الكتاب التوحيد الأصل وعلق عليه تعليقات يسيرة كل ما في الكتاب من تعليقي إلى ثلاث تعليقات كانت لأواحس محزم عبد الرحمن وهو واضح أنه كان أحد الأثرياء المصريين كان يدعمه شيء من ذلك وكان طالب علم لهذا له بس ثلاث تعليقات حتى هو ميز بحرف النون هو التقيدي الهلالي والباقي كله له جاء إلى هذا الكتاب هو الأصل عندنا وأخذ تعليقاته ثم هو بعد ذلك جاء إلى كتاب التوحيد لاحب وآسب ثم جاء إلى كتب ومقالات التقيدي الهلالي التي شرح فيها بعض المسائل من كتاب التوحيد فأضافها بعد ذلك في كتاب التوحيد لأن لها علاقة خاصة به إذ هي شرحه الحقيقي لها وجمعها في الكتاب ثم جاء لكتاب التوحيد الأصل وجمع قرابة عشرين نسخة لكن انتقى منها أحد عشر نسخة وهي أهمها ونفيسة وذكر توصيفها في المقدمة وحط كتاب التوحيد على أحد عشر نسخة وضبطها والمقارنات واخذ النسخة التامة اللي فيها ذكر المسائل لأنه يقول كأن بعضها بدون ذكر المسائل وبعض ذكر المسائل فأتى اللي بي فيها ذكر المسائل وجمع الجميع هنا سمى شرح كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد الكتاب التوحيد الإمام محمد عبدالله رحمه الله متوفى عام 1206 الهجرة أما الشرح فهو العلامة الدكتور محمد تقييد دين الهلالي العام المغرب معروف متوفى عام 1207 الهجرة قدم المقدمة فيها الحيثيات وشيء من ذلك بس خليني نشوف عمله هو كيف تفعل كل ما كان من تعاليق العلامة التقييد الهلالي في نسخة التي طبعها رفعها في الأصل وسهل سميها الشرح شوف لاحظوا معي يجعل كلمة الشرح يعني هذا من التعليق الموجود في أصل النسخة التي طبعت وضحت أما ما أضافه من شروح العلامة التقييد الهلالي من موجود في كتبه ومقالاته الأخرى فقد كان يضعها بعد ذلك هنا ويقول شوف قال محمد التقييد الهلالي شوف هذا قوله وهو شرح للمحل المسألة وضحت الفرق الآن وهذا الكتاب عندنا كتاب التوحيد هذه المقارنة بين النسخة الخطية والضبط طبعا هذا الضبط في المقارنة بين النسخة الخطية لاحظ هذه النسخة الخطية وأما التعليق على المسائل وشيء من ذلك فهو وفقه والله يأتي خاص لكتاب سبيل الرشاد يرجع إليها من شاء إلا النزر اليسير الكتاب أيضا في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم وفقهم الله هذا سلمك الله كتاب أراد فيه هو له قصة هو الكتاب له قصة هو يقول وقف على من ذكر أن العلامة تقييدين هنا له ديوان لكن للأسف يقول بحثت عن الديوان فلم أجد له خبر حتى سأل يقول بنته الدكتورة خولة وهي أستاذة في الأدب في العراق عراقية يقول يقول ديوان سأل يمي شمال من يعرفه وإذا به يأس تماما بعد ذلك جته فكرة وما أحسن ما خطر له أن يجمع أشعار تقييدين من الجرائد والمجلات والصحف والإذاعات خاصة إذاعة برلين وكان هناك فيها وما كل موقف تحت يديه فبدأ يجمع فجمع جمهائل كان مما خلال الجمع شوى سبحان الله مما وقف خلال الجمع ومن البحث والتفتيش والسؤال والتنقير وجد أن هناك ديوان صغير طبع في الهند وهي عبارة عربة قصائد سمال هذه جابها الحمد للحصلها تخيل ثم طبع شي صغير في المغرب جابها عبارة عربة أخرى هذا ثمانية قصائد ثم بعد ذلك وإذا به يقف على خبر إلى أن الديوان موجود عند أحر تلاميذ تقيدي في مصر اسمه أحمد ابن عبد السلام هارون ويراسله ويحصل نسخة ففرح جدا بهذه ونسخة الديوان التي جمع هو فيها في حياة الديوان ثم به يجد نسخة أيضا من الديوان عند تلميذ تقيدي له وهو العلام أبو خبزة وهو مشهور عالم وفرح جدا لأن أبو خبزة تتبع الديوان وعلق تعاليق وتحقبات واستدراكات وتوضيح أشياء معين وشيء من ذلك ولهذا أبقى على تعاليقي وهذا المزايا طبعا فلما جمعها في الجميع وإذا به يجد أن بعض الكتاب الذي كتبوا في تاريخ الدعوة السلفية في المغرب يتخصصون كتب تقييد دين الهلالي نموذجا ويتتبع فأكد أن هناك ديوانا وأن اسم الديوان هذا منحة الكبير المتعالي في شعري وأخبار محمد تقييد دين الهلالي بهذا العنوان يقول وهو شيء تفرد به ما وجدت أحد ذكره لكن أبقاه لأنه يدل على أنه وقف على نسطة خطية لكن ما ذكر أين هي وما أعثر نسطة الذي وقف عليها هذا الكاتب وضحت فأبقى العنوان كما هو ثم بعد ذلك بدأ يتتبع فخرج بشيء هائل يا ولدي يقول هذا الجمع الكبير الهائل لا نظير له حتى في الديوان الذي لو طبع كما هو ما كان سيخر بهذا الجمع الزيادات فوق 450 بيتا تقريبا هو طبعا تقييد دين رتبها ترى على الحروف القوافع على الحروف الهجاء نعم كان أحيانا يقدم بمقدمة طبعا هو إجاز شيخ مشهور وضع عنوين لها ضبط للعبيات الحق ما بقى الطبعات تختلف ففيها بعض الطبعات فيها زيادة فيها نقص فمن الملاحق والأصول وجدها الحق الجميع وعلق على الجميع مع إضافة يذكر لك مناسبة القصة مثل قالها الأحداث التي حدث لهذه القصيدة المعلومات التاريخية المهمة الأعلام التي نذكر فيه بعض المعاني التي فيها وشيء من ذلك أبقى على تعقبات بخفلة وهو أيضا تعقب بعض الأشياء الأخرى أيضا ثم له بعد ذلك أمرا جعل الاقتباسات التي كان يقتبسها في قصائده للعلماء المتقدمين من دوامينهم تخريجها في منحق مستقل وأما المستدرك من القصائد التي ليس لها أصل في ديواني وإنما إضافات زائدة قال هو لك وجدها في أماكن أخرى جعل أيضا مستدرك في آخر الكتاب وجمع الجميع في هذا المجلد الضخم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وهو جمع يشكر عليه شوف شوف لاحظ التعليق والبيان والتوضيح لهذه الأبيات وما تقال شوف 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 كيف لاحظ معي هذه كلها تعليق طبعا قدم بمقدمة ومعبة تفاصيل وشيء وقال قال الأصول التي حقق عليها ذكر ما شاء تسعة أصول تقريبا حق أبو خبل أصل وحق أصل الثاني في مدح الملك فلان ثم يأتي بي وقلت هذا هو هذا الآن مقدمته هو يبدأ يشرح لك وأين ذكر مثل هذا وملابسات أخرى والكتاب كله على هذا المنوال ثم جاء شوفها لما أقولها رتبع على الحروف هذا حرف القاف كما ترون حرف القاف يبدأ اللي هو المنتهية اللي هو يسمونه المقفة بحرف القاف والتماشي لما انتهى منها جاء بعد ذلك إلى المستدركات إلى المستدركات وهذه هي المستدركات التي هذا المستدرك مما ألحقه بديوانه وهي من دواوين تقي الدين الهلالي رحمه الله ورتبها على نفس ترتيبه على الحروف وفقه الله كتاب مطبوح في مجلد ضخم من صدر الدار إلاف بالكويت هذا ولدي كتاب أنيس أنيس مأنوس أصلا طبعا كتب الرحلات شيء وأما هذا وإن كان الأصل فيه أنه قام على الرحلات لكن ليس قصده الرحلة قصده القضايا العلمية والدعوية التي كان التي حدثت له أثناء رحلاته وهذا فرق عندنا قد تعدوا بكتب الرحلات عدوا بكتب الرحلات لكنها من أنفس كتب الرحلات دائما كتب الرحلات التي تعتني برصد الحركة العلمية أو التعليمية أو الدعوية ترى لها ميزان خاص ومكان خاصة العلامة تقيدي الهلالي سافر ترى مكثم من السفر عدد البلداء الأوروبية لزالها كثير والآسوية والأفريقية شيء عجائب يعني حتى قيل عن دول زارها ما أحد زارها وغيرها شيء عجائب وكان كل مرة يلقى فيها علماء فيكتب وماذا ناقشوا ما هي المصالة التي طرحت مراكة إسلامية من لقي هناك من لقي هناك ممن أجازه أو قرأ عليه أو قرية عليه ماذا أقام ماذا وجد من جامعات من مجلات إسلامية كتاب حافل وقصاص ومناقش شيء شيء وهو كان حار دمه حار ما كان أكثر ما أحرص عليه في رحلاتي وفدع المناقشة في قضاء الاعتقاد وهذا كثير في كتابي جمع آخر عمري طبعا للأسف أنه آخر عمري بعد ما جاوز الثمانين أملى كتابه هذا بدأ يتذكر منه فلهذا بقيت بعض الأشياء مبهمة أو مختصرة أو شيء من ذلك مختزلة في ذهني دمع الجميع وأملاه وهذا سمه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة للعلامة الكبير الدكتور محمد تقيدي الهلالي رحمه الله متوفى عام 1407 للهجرة العالم الهلالي المغرب المعروف قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبيد مشهور بن حزن آل سلمان بتحقيق هذه النسخة الخطية الفريدة على النسختين المطبوعتين قديما وقدم بمقدمة وضع فيها ترجمة العلامة محمد الناصر الدين العبودي رحمة الله عليه في الكتاب لأنه استكتبه أن يكتب مقدمة فكتب مقدمة فيها ما يعرف له لقياه كثيرا ومسارف بينه من المراسلات وأشياء من هذا الكلام وهو قد كان له يعني كان له سعي موفق في جعل العلامة بتقيدي الدين يكون مدرسة في الجعمة الإسلامية سبحان الله وقد دعي أن يكون قام وعلق على التعليق يقول مما نفعي يقول لما جئت إلى هذا الكتاب الشيخ مشهور حسن يقول وجدته يذكر أعيانا وعلماء وأشياء مواقع ومثال يقول بعض مختصر بعض يبهما بعض يختزل يقال عرضت أنه لا أستطيع أن أفيد في المادة العلمية حتى أقف على باقي رصيده العلمي فلما جمع المقالات وكل ما اعتني بحياتي استطاع أن يضيف الإضافة العلمية اللائقة بكلام العلام الشيخ تقييد الهلالي وهو كذلك فإنه قد كان يذكر العلامة المهمة يذكر من هو صاحب العلام ماذا حدث بالتفصيل إن كان هنا اختصار أو يأتي أين فصل هذه القصة كاملة ما هي القضاء التي نوقشت يذكرها في الهامش إن كان قد أجملها وبهذه الطريقة يجعل شو هذه العناوين هذا العناوين من عندي يجعل بين القوسيل كما ترى بين مستطيل حتى يعرف حينئذ حدثت مع من فلان وفلان طبعا يخرج الأحاديد التعاليق العلمي هذا ما فرغ منها عند الشيخ مشهور وفقه الله والكتاب حافل كله ترها كله في قضايا الدعوة والعلم والمناقشة التي حدثت له والكتاب بهذا الأصدار رائع الجميل من أصدارات دار اللؤلؤ وفقهم الله هذا سلمك الله كتاب طبعا هو مما اعتنى به العلامة تقييد الدين أنه كان قد ترجم عددا من الكتب لأنه كان يجيد عدد من اللغات يجيد الإنجليزية والأومانية والفرنسية والأردية والعبرية العبرية القديمة والجديدة كان وهذا سبب تنقله يعني في البدان كان إذا نزل بلد تعلم لغة أهلها وما شاء الله يعطيهم بلغتهم المقصود فكان بعض كتب يتريم هذا الكتاب له قصة وهو أنه لما راح إسبانيا وجلت طلاب المغاربة هناك وهو مغربي يشتكون من عبث التكاتر النصارى الإسبان بالعرب واستهتارا بهم فزاروا يقولون لهؤلاء المغاربة كل مصيبة وقبيحة في إسبانيا جاءت من قبل العرب حتى مناطحة الثيران جاءت من عند العرب يقولون فزاروا ما يستطيعون يعني ما عندهم جواب فأخذ لهم نسخة أحد العلماء البريطانيين الإنجليز وهو مؤرخ كبير صاحب فنو وعلوم وكانت نسخة مختصرة قال عطوهم هذا باللغة الإنجليزية أيها حي تكلم قفلوا فهموا بهذا الكتاب أو بهذا الجزء اللطيف في بيان تعظيم مدنية أهل الإسلام في الأندلس وما ظا صنعوا فيه حقيقة وهو قد كان في هذا الجانب منصفا وكان معظما لآثار أهل الإسلام في هذه البلاد بمعنى الكلمة وإن كان في مناقش لعقضاء الاعتقاد عند المسلمين حضط له سقطات تتباحة وما يحتاج العلامة تقدير هلالي فجاء بعد ذلك هو رأى هذا الأثر الجميل فأراد أن يترجم الكتاب فترجم الكتاب اللغة العربية وأول ما أراد أن يطبعه في مجمع اللغة في بغداد لكن ما تيسل وحدث له واقعة لأنه قدمه مقدم الصور لا حسبان يصور ما يقلب 150 صورة ضيعوها عليه ونسى الله العافية فبعد ذلك طبعه أحد الوجهاء في العراق الطبعة الأولى كانت في العراق ثم بعد ذلك طبعت طبعة ثانية كانت أسد وأتم من الطبعة الأولى طبعت بعد ذلك بعد فترة في الدار البيضاء أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جاء إلى طبعا الطبعتين العراقية والمغربية وحق الكتاب عليهما وقدم بمقدمة فيها ترجمة فيها قصة الكتاب وشمد ذلك وكيف ترجمته وطباعته وكيف حصل هذا الكتاب وهو سماه هذا هذه ترجمة العنوان مدنية المسلمين في إسبانيا طبعا هذا ضمن أعمال الهلال المترجمة هذا رقم واحد فيها الكتاب الأصل من تأليف الأستاذ المستشرق البريطاني الإنجليزي المؤرخ الكبير جوزيف ماكيب ماكيب هذا كان علاما يا ولدي كان أستاذا في التاريخ وفي الاجتماع وفي الفلسفة وفي علوم الطبيعة كان آية هو سبحان الله كان في دير رهبان 12 سنة دخل عمره 14 سنة وخرج وعلى قناعة يقول أفضل ما استفدته من الكنيسة أن يشككوني في عقيدتي قال هذا أحسن ما اخرج عندي وألف كتاب طرفي هذا أنه خرجت وأنا مزعزع العقيدة ثم بدأ يكتب المؤلفات الطوال تغيّل يا ولدي وكانت تستضيف الدول له أكثر من ألفين محاضرة له أكثر من 250 مجلد من المؤلفات حتى قيل في وصفه الأمريكان لما ذهب عندهم مصفوف وصف عالي سموه يقول عالم الدنيا أو عالم الدنيا أعلم رجل في الدنيا في العالم وشيء من ذلك وصف عظيم يقولون في وصفه أنه موسوعة متحركة ناطقة كذا يقولون المقصود أنه لما ألف الكتاب هذا قام على ترجمتي من الإنجليزية الدكتور محمد تقييد دي الهلالي وقد كان عالم في الباب وكتب مقدمة فيها ترجمة وفيها إضافات طبعا الشيخ وقع شوف هذا الإخراج الجميل من إخواننا اللي يشكرون عليه في دار اللؤلوة أنا أشكرهم الحقيقة على هذا هذا كلمة الناشرة القديمة ترجمة المؤلف القديمة وأبقى على كل شيء الموجود في الطبعة القديمة لاحظ كما ترى أبقاه ماذا فعل في الصور التي ضاعت هو جاء إلى الصور الشبيهة بها مما أخذها العلامة تقييد الهلالي وأتى بها ملونة في الكتاب فكل الصور إن شاء الله تظهر معايا في الكتاب أخرجت ملونة كما ترون هذا مثال شوف هذا مثال مفعل محقق هذه هذا من الشيخ مشهور حسن أتى بنفس الصور الشبيهة لأنه هو يتكلم عنها شوف هذه الصور أتى بها ملونة كما ترى هذه ملونة كما ترى هذه أيضا صور أخرى كله وما استوعى ما هي 150 فقدها لكن هذه لا فأتى ببعض ما عرفه من ضمن كلامي أنه صوره طيب ثم هذه الترجمة هذه الترجمة الكتاب بعد أن انتهى منه ألحق الكتاب بستة ملاحق ستة ملاحق ما هي الملاحق الستة يا ولدي وين راحت هذه الملاحق وهي يقول من تتمة الكتاب أما الملحق الأول فهو في الفرق بين الحضارة المدنية الفرق بين الحضارة والمدنية ثم الفرق بين الحضارة السلامية والحضارة الغربية هذا مقال أصلا للعلامة تقيدي الهلالي ذكر نشرة و ألحقها لأجل الحاجة إليها في هذا الباب الملحق الثاني حول الصور الموجودة في الكتاب تكلم عنها وعلق عليها ما هي من يعني يشرحها من المراد بها اللي هو أخونا أبو عبيدة مشروع حسن سلمان الثالث ملحق الثالث جهود العلامة الهلالي في الترجمة وذكر نماذج من هذه الترجمة والرابع الهلال والصليب وهذه مقال أصلا متى دهر الهلال كشعال المسلمين و أما الصليب معروف لأهل الكفر و أما الخامس مدينة قرطبة العربية و هذا مقال مقال لنفس الكاتب أصلا الجوزيف هذا المستجرق بريطاني مقال مطول في أحد المجلات عن مدينة قرطبة و عصرها الزاهية في أحد المسلمين و أما الثالث و الأخير عندنا الاكتشافات الجديدة للأثار عن الحضارة الإسلامية في بلاد الإنسانية في الإسبانية و الكتاب و أيضا حفيز شوش في المقارنات و المقابلات و أشياء شيء يشكر عليه يعني هذه الطبعة فيها من الإفادات زيادة عن الترجمة الكتاب من إصدارات دار اللؤلو و بيروت و فقم الله أزاكم الله خير شيخا على هذا العضو الماتع و شكر و وصول لكم أعزائي المشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه و نجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه و نجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال